بينما يصارع القضاء للحفاظ على حقوقهم المالية والمعنوية وبينما بعض من القضاء يرفعون الصوت عالياً ويستمرون في اعتكافهم مطالبين باستقلالية القضاء يخرج علينا رأس السلطة التنفيذية ليؤكد الضغوط السياسية على القضاء على أن الحريري نفسه الذي يدين الضغوط التي مورست في قضية المقدم سوزان الحاج وتبريئتها يعلم جيداً أن حريرياً أميناً في تياره لا يتردد في ممارسة الضغوط نفسها أهل السياسة الحرصون دائماً على استقلالية القضاء يرددون دوماً العبارة نفسها حتى لو عنا ذلك تمديد اعتقال شريك سابق حتى الإذعان لمطالبه لا لمطالب القضاء والحال وصل بالقضاء حد اعتبار رأس السلطة التشريعية أن الضعيف هو من يذهب إلى القضاء كيف يرى رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق غالب غانم السورة القاتمة في أرويقة العدالة في سوء تأدير لصلاحيات القضاء ولا استقلال القضاء المضمون بالدستور والمضمون بالمواسيق الدولية لنضم إلى لبنان هذا من ناحية ومن ناحية تانية في محاولات كانت موجودة وهي مستمرة مع الأسف من قبل السلطة السياسية وأنا حديثي هو موضوع لا يتعلق بأي حدث من الأحداث أو بأي واقع حصلت بالأيام الأخيرة من زمان لليوم دايما السلطة السياسية تحاول أن تتجاوز الحق المعطائلة والحدود المعطات لألوية حدود واسعة حتى تفوت على العمل القضائي إن كان كسلطة قضائية وإن كان كعمل خاص بالأضاء هذه مشكلة موجودة عندنا ولكن حجم هذه المشكلة بيقبر وبيصغر بيكون خطير أو بتقل خطورته حسب واقعوا على الأضاء هو الكباش الأبدي بين سلطة تحاول الحفاظ على استقلاليتها وسلطة تحاول الانقضاد عليها وعلى مكتسبتها أضاء ليس مهنة رخاء ولكنه مهنة كفاف يعني الضمانات المادية والاجتماعية المعطات للأضاء بمجبعات المؤسسات وبصورة خاصة صندوق تعادل الأضاء التي كل مرة تشعل النار مخصوصه ما بدها الأد أن تشعل النار يعني إذا القاضي قدر يعلم أولاده وإذا القاضي قدر يتطبب هو وعائلته بالمستشفى ما بعد إذا هذا أغداق العطاية على القضاء لحد هلأ بقدر أقول أن القضاء بما أعطي وبما هو بالفعل هو مهنة كفاف وليس مهنة رخاء لا يجوز أن نلقي عليه أو أن نحط بين إيدي هالوديعة العظيمة هاي بالوقت زيته نقول له ما بتقدر تعلم أولادك كلهم يعني ولا بتقدر تفوت على المستشفى ساعة اللي بيكون فيه طريق معين هذا أمر ما بيجوز إن القضاء العادل وعدالة للقضاء والقضاء سلطة تعرف جيداً اللعب على الحبلين تحرد حيناً وتضغط حيناً آخر آدم شمس الدين قناة الجديد